ويتم تصديرها طب اللي ما كانش كده إيه اللي نقصه من وضية نظرك؟ أقول حك بقى الصناعة دي لها كذا مقومات لازم يبقى هو عنده يعني يقدر أنه هو يعمل استثمارات تساعده أنه هو يرفع الجودة يقدر أنه هو يطبق الآليات بتاعته التحول الرقمي في الإدارة يبقى منساعد المصنع عنها تعمل ERP System ويبقى عندها حوكمة للإدارة ويقدر يشوف المشاكل إيه يقدر يبقى عنده قدرة على التعامل مع المتغيرات يعني لما يحصل زيادة للطلب كده يقدر أنه هو يعمل توسعات جديدة دي برضو إحنا نقدر نساعده فيها يقدر أنه هو يوصل لعامل مدرب عامل كف ينتج بأقل بأسرع يعني أسرع انتجية بأقل تكلفة الفكر المنتج عشان ينافس هو في كذا حاجة في السعر فده الدولة بتقدم مبادرات التمويل بفايدة 11% فايدة مدعمة في العمالة المدربة ودي برضو إحنا في إبدأ بنساعد فيها في أنه هو يقدر يبقى عنده مهارات للتسويق ده برضو بنساعد فيه أي بقى مشكلة عنده في استيراد خامات استيراد مستلزمات إنتاج أنه هو ياخد أراضي يتوسع ياخد وحدات صناعية ويتوسع يستكمل دراسات معينة بحيث أنه هو يقدر ياخد تمويلات من جهات التمويل ده برضو إحنا في إبدأ بنساعد فيها في حاجات كتير إحنا بس طب بترصدوا المشاكل يعني بتوصلوا الأصحاب المصانع مثلا الناس مش عجبها إيه في المنتج مثلا هو صاحب المصنع بيبقى عارف المنتج بتاعه وعارف شريحة المستهلكين اللي هو بيستهدفها وعارف احتياجاتها إيه فيه شريح مستهلكين بتبقى المهمة عندها أن الجودة تبقى مرتفعة جدا فيه شريح تانية بتبقى بصة على أن السعر يبقى هو مناسب ليه عموما الدولة شغالة بتخلي التوسعات بتاعة المصانع عليها إعفاءات ضريبية من 30% لـ 50% الدولة عاملة نظام جديد لرد أعباء القيمة المضافة والحاجات دي عاملة برضو دعم للتصدير طيب لو المستثمر أو المصنع عايز حد بقى يعمله إرشاد إزاي يستفيد بكل التسهيلات اللي الدولة عاملها طب إيه إزاي يسوق منتجه فإحنا في إبدأ بنقدر نسعده وبنتعاون معاه